حتى وقت قريب بقي ملف الترسانة الباليستية الإيرانية قضية أقليمية تثيرها دول الجوار الإيراني من دون أن يفتح ذلك بابا لنقاش دولي واسع بشأن المخاطر الأمنية المترتبة على تجارب تهران ومساعي تطويرها الصواريخ الباليستية لكن الجدل الذي شئدته الساحة الديبلوماسية خلال اليومين الماضيين بين فرنسا وإيران دفعت بالملف إلى الواجهة الدورية وكشفت عن ضرورة التعامل مع تهديدات تهران سواء منها النووية أو الباليستية أو الأمنية كقضية واحدة لا كمجموعة ملفات منفصلة توترات ديبلوماسية تشتد بين تهران وباريس علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني قال أن فرنسا يجب أن لا تتدخل في برنامج إيران الصاروخي مشيرا إلى أن البرنامج ليس من شأن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وأن أي تدخل لن يفيد فرنسا حديث ولايتي جاء ردا على ماكرون الذي دعا تهران لأن توضح استراتيجيتها بشأن برنامج صواريخها الباليستية ندعو إيران لاعتماد استراتيجية أقل عدوانية في المنطقة ولتفسير سياستها بشأن برنامج صواريخها الباليستية الذي يبدو أنه غير منضبط لكننا دائما ندعو للحوار ومستمرون في دعوة إيران للحوار تحفظ فرنسا على برنامج صواريخ الباليستية في إيران كان قد أكده وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان خلال زيارته الرياض الخميص الماضي حيث قال إن تهران تطمح للهيمنة وتتدخل في الأزمات الإقليمية تهمات رفضتها الخارجية الإيرانية معتبرة أن مقاربة فرنسا لأزمات المنطقة منحازة وتساهم في تحويل أزمات محتملة إلى أزمات فعلية فتهران أعلنت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي وتقول إن أهدافه دفاعية لكن القلق الفرنسي المتزايد بشأن خطورة البرنامج الصاروخي في إيران يؤكد الهواجس الدولية بشأنه ويعيد إلى الواجهة دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكبح النشاطات الصاروخية الإيرانية وردود تهران السريعة والرافضة لأي نقاش تثبت وفق مراقبين التهديدات التي تشكلها إيران لاستقرار دول المنطقة وتؤكد استغلالها الاتفاق النووي والتقارير الدولية لتعزيز برنامجها الصاروخي الإزمة بين إيران وفرنسا تأتي قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجي الفرنسي إلى تهران نهاية الشهر الجاري ليحاول إثارة مسألة التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني وهي زيارة باتت ترجح مصادر في الخارجية الفرنسية أنه سيتم تأجيلها وينضم إلينا من لندن الباحث والناشط السياسي محمود الأحوازي أهلا بك أستاذ محمود إيران التي تهدد جيرانها بالصواريخ البلستية بعد مغامرة الصاروخ الذي سادفت به قبل أسابيع العاصمة السعودية الرياض اليوم باتت تواجه العالم وتحديدا هذا الخطاب العالي النبر مع الأسرة الدولية أخرها أيضا مع فرنسا مع الرئيس الفرنسي وتحديدا هذا الموقف الخارجي الفرنسي بشأن خطورة سياسة طهران وضربها لأمن دول المنطقة هذا يعني أن المواجهة الدولية اقتربت وتحديدا العقوبات الدولية التي لم تتوقف على إيران منذ العقود الواغ عن سياسة الصاروخ الصواريخ الإيرانية تجاوزت التهديدات للمنطقة وحتى للدول الأوروبية الغريبة من إيران قبل أربعة أيام جعفري غائد الحرس الثوري تحدث عن أن كل أوروبا آخر مدينة في أوروبا الآن تحت نيران صواريخنا وسبعين بالمئة من آسيا يعني إلى حد الصين تحت نيران صواريخنا هذا التهديد المعلن أكيد لا بد أن يحرك هذه الدول الأوروبية والآسيوية ودول الجيران على الإطلاق إيران تقول أنها صواريخ دفاعية لكن هذه الصواريخ هي واضح أنها يمكن أن تستعمل لحمل رؤوس نووية وواضح أنها غير دفاعية نظرا لأن مداها يتجاوز 3000 كيلومتر حتى هناك تهديد يقال أحد أحد العسكريين الإيرانيين قبل فترة تحدث عن أن نيويورك سيكون هدف لنا ونيويورك تعرف حضرتك والمشاهد يعرف أنه أكثر من 12 ألف كيلومتر النسافة فالنظام الإيراني يهدد العالم كله ويستفز العالم كله وبهذا الاستفزاز هو يريد أن يهدئ الأمور بالداخل ويستمر بالتغطية على جرائمه الموجودة في المنطقة وفي الدول العربية خصوصا إيران التي كانت تنكر وترفض الاتهامات بشأن نقلها للصواريخ للحوثيين اليوم بتثابت أمام أعين العالم المجتمع الدولي مجلس الأمن الدولي كنا سمعنا قبل أسابيع موقف المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن نيكي هاليل تحدثت بكل صراحة على أهمية فرض عقوبات مباشرة على إيران تحت الفصل السابع هي التي تتهدد الأمن العالمي والأمن الدولي طبعا الاشكالية الرئيسية بدأت مع التوافقات النووية التي غادها الرئيس الأمريكي السابق والآن لا بد أن تتغير وإن لم تتغير فالأوضاع ستستمر والعلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي ومع المجتمع الإقليمي ستستمر بهذا الشكل المتوتر إيران لا تتراجع نظرا لعدة عوامل أولا ظروفها بالداخل الآن لا تسمح لها أن تتراجع خطوة إلى الخلف لأن الشارع متفجر الشارع في إيران متفجر وسينغض عليها بالخارج هي متواجدة في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وأي تراجع من عندها تراهية ترى أنه سيضر بمكانتها وموقفها التفاوض مع هذه الدول إذن إيران لم تتراجع على العالم العربي أن يتغدم خطوات إلى الأمام ويواجه إيران في المكان الحساس وفي داخل إيران إيران لا يحتاجون العالم والأمريكان والدول الأوروبية لا يحتاجون لقوة ولا يحتاجون للتحرك كثير وإنما أستاذ محمود اليوم هذا الرأي العام الدولي المراهد والرافض للتسلح الباليستي الإيراني خطورة ما تفضلت به اليوم تهران تتهدد العالم كيف ما هي الوسيلة الأسرع التحرك العالمي بعيدا عن هذه العقوبات التي تتأخر في فرض ربما موانع مباشرة على تهران وضعف التفاوض في الملف النووي الإيراني التي تحدث ترامب صراحة عن مراجعته وعن مراجعة هذا الاتفاق برمته هذه خطط بعيدة المدى الواقع عقاب إيران بهذا الشكل الاقتصادي الضعيف المتواضع بالتأكيد يأخذ سنوات طويلة إيران بحاجة لردع غوي لردع مؤثر يعني ببساطة يمكن محاصرة إيران اقتصاديا ببساطة يمكن التدخل في الشأن الداخل الإيراني خصوصا وأن السياسة الأمريكية تحدثت عن تغيير النظام الإيراني منذ فترة ولا نرى أي تحرك بالعكس شاهدنا أن الحدود السورية العراقية تمت السيطرة عليها من الميليشيات الإيرانية بعدما أعلنت أمريكا أنه لا يمكن أن الإيرانيين يسيطرون على هذه المنطقة فالتراجعات هذه من غبل القرب هي التي أعطت إيران فرصة للتوسع أكثر وأكثر الباحث والناشط السياسي محمود الأحوازي كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة